تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مالي مستمر حيث تستخدم في السراع المتواصل في دولة مالي وفي منطقة الساحل الإفريقي هذا ما استنتجه تقرير صادر عن منظمة مسح الأسلحة الصغيرة في جناف التي أكدت أن المتطرفين في المنطقة لا يزالون قادرين على الحصول على الأسلحة من خلال الاستلاء عليها إما من القوات الحكومية أو عبر الاتجار غير المشروع ووفقا للتقرير فإن ليبيا تظل مصدرا بارزا لتهريب هذه الأسلحة بشكل غير مشروع إلى مالي محذرا من أن الجماعات المتطرفة تستخدمها لدعم إنشاء خلايا جديدة وهي آلية رئيسية في انتشار التطرف العنيف وبالإضافة إلى السيطرة على الذخيرة الموجودة في مخزونة القوات المالية فإن قوافل التهريب من ليبيا مستمرة بحسب التقرير الذي أشر إلى رصد تهريب عتاد المصدره ليبيا مثل قذائف الهاون الفرنسية وتحدثت المنظمة عما وصفته بالدلائل التي تشير إلى أن بعض المواد الموثقة في الاستخدام المتطرف في مالي جاءت من خلال التدفقات غير المشروع من ليبيا مثل أنظمة القنابل المضادة للدبابات وقذائف الهاون صربية الصنع المعروفة بانتشارها غير المشروع في ليبيا يأتي هذا التقرير لتأكيد تقارير سابقة نبأت بتحول منطقة الساحل إلى الوجهة المفضلة لنشاط الجماعات المتشددة خاصة بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق وتقتل مالي منذ 2012 تمردا لمتشددين اندلع في شمال البلاد حيث أفاد تقرير أممي بأن تنظيم داعش ضعف الأراضي التي يسيطر عليها في مالي موازاة مع تمدد جماعات متشددة أخرى ويقول خبراء أمنيون إن جماعات تهريب الأسلحة استغلت غياب التشديد الأمني في المناطق الجنوبية لليبيا بسبب الصراع القائم في البلاد مما سمح للأسلحة بالعبور إلى منطقة الساحل وهو ما ينذر باستمرار زعزعة استقرار المنطقة ومعنا من طرابلس سعادل سعيد عبد الكافي من شاوي مستشار عسكري وستراتيجي أستاذ عدد ما مدى اتساع مشكلة تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مالي ومنطقة الساحل الأوسع بناء إلى تحليلك عفوا لم أسمعك جيدا برأيك إذا أردنا نتحدث عن مدى تهريب الأسلحة ما مدى اتساع هذه المشكلة مشكلة تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مالي ومنطقة الساحل الأوسع بناء إلى نظرتك إلى هذا الأمر نعم التحية طيبة لك وكذلك مشاهدين قناتكم طبعا في ظل انتشار السلاح على الأراضي الليبية كنا نتحدث سابقا عن ما يقارب عن 23 مليون قطعة سلاح انتشرت على الأراضي الليبية بجميع مستويات سواء كانت ثقيلة متوسطة نهيك طبعا عن الإشكالية الأكبر وهي تواجد الفيلق الروسي الأفريقي أو سابقا ما يطلق عليه فاغنر والذي دفع بتعزيزات عسكرية وأسلحة داخل الأراضي الليبية وإذا سبقها انتشار مجموعة داعش أو تنظيم الدولة والتي هزمت من مدينة سيرت بفضل قوات البنيان ومرصوص التي استطعت دحر هذا التنظيم ظلت إشكالية طبعا الخل الأمني والانقسامات الأمنية والعسكرية والسياسية داخل الأراضي الليبية أرض خصبة لتنامي التنظيمات أو المجموعات الإرهابية بالإضافة طبعا إلى نقول تحرك التنظيمات الإرهابية في منطقة دول الساحل والصحراء تحديدا وإعادة تجميع صفوفها وأيضا البدء في تنشيط مخازن أسلحة التي سبق أن تم تشوينها في بعض المواقع وبعض البلدان نظرا أن روسيا طبعا دفعت بأحجام كبيرة جدا وأعداد كبيرة جدا من الأسلحة في دول الساحل والصحراء أو في دول الأفريقية التي استطعت الوصول إليها أو التغلغل إليها عبر عمليات تمرد أو نقول الحرب الهجينة وهي أن يكون هناك وحدات تقليدية ووحدات غير تقليدية دعم عمليات تمرد وضخ كميات كبيرة من الأسلحة لأن هذا هو نهج روسيا بأن يتم ضخ أعداد كبيرة من الأسلحة مما سهل حقيقة في انتشار السلاح على مستوى أغلب الدول الأفريقية طبعا نهيك عن الحرب الجارية الآن في السودان والتي أيضا توفر أرض خصبة للتنظيمات الإرهابية وأيضا لانتشار السلاح فحقيقة هناك عدة ملفات شائكة جدا تحتاج إلى معالجة ومجهودات كبيرة جدا أن يكون هناك استقرار في بعض أغلب هذه الدول سواء ليبيا سودان تشاد التي هي أيضا تأتي في نقوف سلسلة الهرم إذا أردنا أن نتحدث عن الاستقرار الإقليمي كيف تستفيد هذه الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل من طرق تهريب الأسلحة القادمة من ليبيا طبعا لدينا عدة عوامل لدينا شريان الهجرة غير شرعية وهي تعتبر مصادر تمويل هذه المجموعات الإرهابية لأنه يتم تجنيد بعض العناصر من خلال هذا الشريان أيضا مواقع الذهب التي تنقب عنها هذه المجموعات الإرهابية وتقوم بتسويقها لكي تعزز من قدرتها الاقتصادية والمالية أيضا السلاح المنتشر الذي سبقا أشرت إليه منذ قليل أنه تم توسيع قاعدة تواجد هذا السلاح من خلال التمدد الروسي الذي دفع بتعزيزات عسكرية في العديد من الدول الأفريقية نتحدث عن ليبيا عن نيجر نتحدث عن حدود ما يقارب عن 354 كم تربطنا مع نيجر هناك ممر الصرف الدور الذي غير هو مسيطر عليه إلا من داخل الأراضي الليبية وهذا يأتي من خلال الطيران وهذا غير متوفر الآن لليبيا فلذلك الحدود مفتوحة عملية نقل الأسلحة تجري على قدم وساق سواء كان عبر جريمة منظمة والتي لا يعنيها حقيقة لمن تبيح هذا السلاح أيضا انتشار السلاح بكثافة في مالي في بوركينفاس وجمهورية أفريقيا الوسطى في السودان في ليبيا وهذه الدول تربط حدود مشتركة فمن سهل حقيقة عفوا تنقل الأسلحة ما بين هذه الدول ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية طبعا التنظيمات الإرهابية أو داعش أو القاعدة طبعا بعد أن تم هزيمتها في العراق في سوريا أيضا في ليبيا بدأت الآن من خلال استراتيجيتها باقية وتتمدد أي بمعنى تختفي عن الأنظار بعد أن يتم تحجيمها وتقزيم دورها وهزيمتها ثم تختفي فترة ثم تعيد تقزيم دورها بعد أن تتوفر الأرض الخصبة برأيك ما هي التحديات اليوم بالسيطرة على تدفق السلاح واستخدامه من قبل تلك الجماعات حقيقة التحديات كثيرة وكبيرة أنا أتحدث عن انتشار المرتزقة وهم مصدر أساسي لهذا السلاح روسيا التي تضخ السلاح بكميات كبيرة في أفريقيا وهذا هو نهج روسيا بعكس عندما نتحدث عن الصين عن الدول أخرى أو الولايات المتحدة الأمريكية لا نجد أن نهجها ضخ الأسلحة بأعداد كبيرة وهذا نهج روسيا وهي سبب رئيسي في انتشار هذا السلاح ووصوله إلى جماعات الإرهابية كذلك حالة الانفلات داخل الأراضي الليبية سهلت حقيقة من وصول هذا السلاح إلى بعض هذه التنظيمات الإرهابية فلذلك هناك عدة تحديات تحتاج إلى استقرار أنظمة سياسية لهذه الدول وأن يكون هناك تفاهمات أمنية وعسكرية لتطويق هذه الجماعات أو محاربتها هناك محاولات من بعض الدول الأفريقية ولكن تظل هذه المحاولات هي متواضعة جدا أمام هذا المد الإرهابي لهذه التنظيمات الإرهابية التي أصبحت تشكل خطر حقيقة ليس فقط على ليبيا أو الدول الأفريقية هي سعت إلى الوصول إلى أوروبا عبر شريان الهجرة غير شرعية وهذا حقيقة ما يؤرق المجتمع الغربي ولذلك نحن عندما نتحدث عن التحديات لا بد أن يتم تقليص دور روسيا حقيقة في نشر السلاح وتوزيع داخل الدول الأفريقية نتحدث عن سواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات وصلت من الأراضي الليبية إلى السودان سواء كان من حدودها البرية الرابطة بين ليبيا والسودان أو عبر شحنات جوية انطلقت من مطار الكفرة إلى السودان لدعم محميداتي كذلك حدودنا مع النيجر أصبحت أيضا مستباحة من قبل الفيلق الروسي الذي يمد هذه الدول الأفريقية والمجموعات المتمردة والمسيطرة على المشهد داخل هذه الدول كذلك مالي بكنافاس وجمهورية أفريق الوسطى نحن نتحدث كما ذكرت منذ قليل حدود مشتركة من السهل شكرا لضيفنا أستاذ عادل سعيد عبد الكافي من شاوي على هذه المقابلة